سيد الرئيس، سيداتي وسادتي، أقف أمامكم اليوم وأنا أشعر بشعور بالواجب وأن أقدم الوثيقة الـ 25 بعنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية باسم مجموعة الدول العربية هذا القرار يقدم في إطار دور الإستثنائية الطارئة العاشرة لجمعية العامة وبندها الخامس بعنوان الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القتل الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة وقد حظي على رعاية 47 دولة عضو في هذه الجمعية الموقرة السيد الرئيس من الحالة في غزة مزرية وتشوبها المعاناة التي لا يمكن تخيلها تنتهك في حقوق الإنسان الأساسية وكرامة شعبها وذلك في تجاهلاً كامل للقلو الإنساني الدولي وأن أثر العنف عشوائي وفقدان الأرواح والتدمير المستمر لبنى التحتية المدنية ستترك وصمتها على أجيال وأجيال ومنذ دلاع هذه الحلقة الجديدة من العنف والنزاع في 7 أكتوبر فقد قضى أكثر من 7 ألاف فلسطيني بريء منهم نساء وأطفال ومسنين وعملين في تقديم الرعاية الصحية وموظف الأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة لوقف فورياً لإطلاقنا الوضع حداً لهذه الأزمة ولتوخط طريقنا لحلول الدبلوماسية وهذا أمر لأهمية بالغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر